أبوها ظابط وكانت مشى غلام مدير أعمالها كليبها حقق أربع مليون مشاهدة ومنتج الكليب دحك عليها كانت بتغني في الأفراح وأعياد الميلاد وفتحت أكبر بيوتي سنتر في المنصورة وخربت دونيا على التيك توك أين اختفت بطلة كليب ركبني المرجيحة لو تفتكروا كليب ركبني المرجيحة اللي نزل سنة 2017 وكسر الدونيا بمجرد عرضه ومحدش كان فاهم إيه السبب ولا إيه اللي منجحه غير إنه كليب نوبا جيت وحاجة أقل ما يقال عنها إنها رديئة ومكس أصوات غريبة لكن رغم كده الكليب بتخطى الأربع مليون مشاهدة على اليوتيوب وبطلة الكليب جالها أرباح ما كانتش تحلم بيها طيب مين هي بطلة الكليب؟ ومين أنت جولها؟ واختفت فين بعد كده؟ تعالوا بينا يلا نعرف إيه هي الحكاية اسمها دالي حسن وكان عمرها 28 سنة لما عملت الكليب يعني دلوقتي عندها 34 سنة وهي من المنصورة مركز الشرفة وأبوها كان ضابط دالي معها بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال وبمجرد ما تخرجت أبوها فتح لها بيوتي سنتر ليها هي وإخوتها البنات يشتغل فيه واسم بيوتي سنتر دالي ومن شغلها في الماكياج أخدت خبرة كبيرة وبدأت تدي كرصات وتتكرم في حفلات وما كانتش بتروح أي تكريم غير وأبوها ومها معها وفي حفلة من الحفلات اسمها أوسكار إيجبت اتكرمت كخبير التجميل ووقتها كان حاضر منتك لباز مغمور اسمه عطية نجم ولما شافها راح تعرف عليها وقال لها إنه بينتك فيلم جديد ومحتاج وجه جديد يشارك معاه لكن الحقيقة إنه ما كانش عنده أي ميزانية ينتج فكان بيجيب أي ممثلين حتى لو ما لهمش في الشغلانة دالي ما صدقت ساعتها وقالت بس أمنيتي هتتحقق خلاص وهبقى نجمة وتاني يوم أخدت أبوها وراحت للمنتج ده في مكتبه وطلع بلدياتهم من المنصورة وقال لها ساعتها إنه بينتك فيلم كوميدي اسمه البلوزة وبيخطط لإنه يجيب على غانم وباسم سامرة ولطف لبيب في البطولة وهيديها دور تمثل معهم طبعا دالي ما صدقت ووفقت فراح المنتجة عام الحيلة وأقنعها إنهم علشان يروجلوا الفيلم ده محتاجين يصوروا فيديو كليب بشكل كوميدي كدعاية للفيلم وقال لها انت هتغني فيه رغم إنها عمرها ما غنت ولا حتى مثلت لكنها وفقت وفعلا صوروا الكليب وظهر معها مطرب مغمور برضو اسمه أحمد أبو شامة وصوروا الكليب اللي أول منزل قلب السوشيال ميديا تقريبا كده محدش معلقش عليه ورغم إن التعليقات كلها كانت سلبية اللي إن الكليب ده كان سبب شهرة المنتج والمطرب والمغنية كمان وقال عطية نجم منتج الكليب إنه كان بقاله عشر سنين عازف أرج وماشي بطريقة أكاديمية جداً وبيعمل حفلات في إطار ثقافي ومحدش عبره غير لما عمل كليب المرجيحة وطلع بيدرب بالقفة وشلوت أما دالي حسن فاعترفت إنها أصلاً مش مطربة وعرفة إن صوتها مش حلو وإنها كانت بتعمل كليب بكوميدي يضحك الناس مش أكتر رغم إن الكليب بكسر الدنيا إلا إن المنتج ما أنتكش الفيلم أو ما طلعش في فيلم أصلاً وضحك على دالي لكنه كان سبب في إن يجي لها عروض لشغل كتير وأول حد كلمها كانت شركة يوتيوب وقالوا لها تعالي خدي أرباحك من الكليب وبعدها عملت برنامج اسمه المحلاوي شو وصورت كان فيديو كليب مع منتجين تانين منهم كليب نزل في 2018 اسمه نجي شكيلك يما وفي 2019 عملت كليب اسمه بنت مؤدبة وكليب تاني اسمه تتجوزيني مع مطرب اسمه أسامة غالي والكليب بتخطى المية ألف مشاهدة ساعتها جال عروض تعمل حفلات في النايت كليب في الفنادق وعملت حفلة للشباب في المعهد العالي للهندسة وبقت نجمة حفلات أعياد الميلاد والأفرح في الفترة دي وآخر كليب بيليها كان في 2020 وكان للأطفال واسمه أمبو بس دا محققش غير ألف مشاهدة بس على اليوتيوب ومن بعدها اختفت دالي بس اختفت من اليوتيوب والكليبات بس ومع بداية ظهور التيك توك رجعت من تاني ويمكن محدش يعرف ان دي هي نفسها بطلة كليب المرجيحة لانها غيرت في شكلها وتقريبا كده نفخت جسمها كله وشدت لحد ما بقت واحدة تانية خالص واللوك الجديد خلها تبقى من مشاهير التيك توك وبيتبعها دلوقتي حوالي 90 ألف واحد وكل يوم بتنزل فيديوهات والظاهر كده انها لقيت سبوبة تانية غير الغنى دلوقتي بتشتغل مدل ملابس